وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية وبالتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال وتزليل كافة التحديات التي تواجههم بهدف دعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كما وجه رئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الانتاجية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سامير وزير التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز انتاج المجمعات الصناعية وقد وجه السيد الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من دوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وجه السيد الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدة صناعية كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناع على المستوى الوطني خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وذلك بالتنصيق مع مختلف الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ لاستثماري الصناعي اشتركوا في القناة